تعالوا مع بعض نكمل كده التمارين اللي كنا بدأناها في الحلقة اللي فاتت وهنكمل النهاردة برضو تمارين على المعدلات الزمنية المرتبطة فبيقول لي هنا صفيحة معدنية على شكل مسلس متساوي أسقي ارتفاعه يساوي ضعف طول قعدته نفرض ان القعدة مثلا لو طولها سين يبقى الارتفاع طوله اتنين سين ارتفاعه يساوي ضعف طول قعدته يعني لو القعدة سين الارتفاع هيبقى اتنين سين طيب ماينفعش العكس يعني ايه العكس يعني اقولي ان الارتفاع هو اللي سين وتبقى القعدة في الحالة دي النص سين اه ينفع بس دايما اللي عطيني معدل تغيره سواء بالزيادة وبالنقصان ده يستحسن انه مفروضه هو سين فهنا بيقول لي فاذا كان طول قعدته يزداد بالتسقين يبقى هنا اللي عطيني معدل للزيادة بتاعته طول القعدة يبقى فرض ان القعدة هي اللي طولها سين وبناء عليه الارتفاع يبقى اتنين سين انما لو كان قال لي يزداد طول ارتفاعه يستحسن ان انا روح فارج الارتفاع هو اللي سين ويبقى طول القعدة في الحالة دي عبارة عن نص سين عشان هو اقل ان الارتفاع ضعف طول القعدة وبالتالي صفيحة معدنية على شكل مسلث متساوي الصقين ارتفاعه يساوي الضعف طول قعدته فاذا كان طول قعدته يزداد بالتسخين بمعدل اربعة من مئة سنتيمتر كل سنية طيب مطلوب ايه؟ عايز معدل الزيادة في مساحة سطح الصفيحة عندما يكون طول القعدة ستة سنتيمتر وعايز معدل التغير في طول كلا من الصقين يبقى الوقت بالتسخين القعدة هتزداد وبالتالي الارتفاعها يزداد وكمان طول الصقين هايزداد والمساحة بتاعت المسلث كل دي متغيرات عندي يبقى انا لازم اشوف هربط المتغيرات دي ببعض ازاي؟ هو طالب من المساحة طب المساحة هنا مش هقول نص حاصل ضرب بالضلعين في جيب الزاوية ما عندي الزاوية هو اتكلم عن قعدة وارتفاع يبقى نص طول القعدة في الارتفاع وبالتالي لو جينا نشوف العلاقة الاولانية هنفرض انه طول قعدة المسلث قلنا سين وبالتالي الارتفاع بتاها هيبقى اتنين سين مساحة المسلث هرمزها بالرمز ميم سنتيمتر مربع وطول كل من الصقين لام دي المتغيرات اللي عندي فرط طول القعدة سين بناء على الارتفاع ضعف ويبقى اتنين سين المساحة برمزها بالرمز ميم وكل من الصقين برمزوا بالرمز لام المساحة نص القاعدة في الارتفاع يعني نص هنضربها في سين والارتفاع اتنين سين وبالتالي هتطلع المساحة سين تربية تعالوا نشتاق بقى ما نجبت العلاقة خلاص اللي بتربط المتغيرين ببعض لوطول القاعدة والارتفاع لو اشتقينا الميم مشتقتها دال ميم دال نون الاشتقاق بالنسبة للزمن والسين تربية مشتقتها اتنين سين ومنساج دال سين دال نون ادى الاشتقاق بتاعي دال ميم دال نون ساوي اتنين سين وهو سين تربية نزل الاس ونطح الاس واحد اتنين سين دال سين دال نون هو عاطيني دال سين دال نون عاطيني معدل تزايد طول القاعدة كان عاطها لي باربعة من مية وبالتالي كلام ده بيقولي عندما سين بتمانية يبقى عوضت عن السين بتمانية وعوضت عن دال سين دال نون باربعة من مية وبالتالي معدل تغير المساحة عند سين بتمانية بيساوي 64 من 100 سنتيمتر مربع كل سنة طيب هذا المطلوب الأول المترجم للقناة